قررت محكمة أمريكية منح نجم كرة السلة الأمريكي السابق مايكل جوردن تعويضاً قدره ثمانية ملايين وتسعمائة ألف دولار من صاحب سلسلة متاجر استخدم اسمه في إعلان من دون إذنه وقد نشر الإعلان في عدد خاص من مجلة سبورتس إلاستريتد الأمريكية بمناسبة دخول جوردن إلى متحف المشاهير التابع لدور كرة السلة الأمريكي للمحترفين وقد أدل مايكل جوردن خلال المحاكمة بشهادته وكشف خصوصاً أنه تقاد بين عامي 2012 حوالي أربعمائة وتمانين ألف دولار من شركة نايكي التي تسوق الأحذية الرياضية إيرت جوردن التي لا تزال تعتبر من أكبر نجاحاتها التجارية وتقدر مجلة فوربز ثروة مايكل جوردن بحوالي مليار دولار